قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة إلى المركز الصيفي المخصص للأطفال في الفاتيكان وتحدث في حواره مع الصغار عن قيمة العائلة والوالدين والعلاقة مع الأجداد حاثن الأطفال خلال اللقاء على العمل من أجل السلام إذ أن صنع السلام هو الشيء الأجمل في الحياة كما أجاب الأبو الأقدس على أسئلة الفتية وملاحظاتهم التي انطلقت من خبرتهم في مسيرة التأمل والنشطات الأخرى التي قاموا بها حتى الآن في المركز هذا وتلت الحوار مع الصغار لحظة صلاة أطلقوا بعدها بالونات تدعو إلى السلام في كل العالم ثم اختتم الأبو الأقدس زيارته إلى المركز الصيفي شاكراً الأطفال على فرحهم كما وجه الشكرة إلى جميع المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة